عرش ولاد رافع بدوار طوافر في ولاية غليزان يعيش سكان أزمة تزود بمياه الشرب في عز الصيف حيث يلجأون لقطع عدة كيلومترات يوميا لجلب هذه المادة الحيوية في رحلة بحث دائما على دلاء المياه باستعمال الدواب فبعد يوم شاق من العمل تبدأ رحلة البحث عن الماء من قبل الأهالي حتى الأطفال حرموا من متعة اللهو واللعب لأنهم مكلفون بمهمة قطرة ماء لسد العطش خلال هذا الصيف الحار هو مطلب السكان فهل سيكون لهم ذلك يا ترى أم ستتواصل معاناتهم